المشروع المتعلق بالغاز ما بين المغرب والنيجيري يعني في الحقيقة مشروع طموح فاتحة خير لهذه الدول فبالتالي هذه الاستثمارات الأفريقية بحاجة إليها فبدلا من أننا نستثمر ونصدر الخام يجب أن يكون لدينا صناعات تحويلية داخلية يجب أن يكون لدينا مثلا إمكانيات ذاتية أفريقية تخدم المصلحة الأفريقية أولا وزيارة التبادل التجاري ما بين دول القرى الآن الغاز يعني لما نقول مثلا هناك دول أفريقية لديها أراضي خصبة وصالحة للزراعة فلما لا تستثمر فيها الأموال الإفريقية في داخل الإفريقية وهذه النداءات التي كانت تنادي بها رواندا كانت تنادي بها المغرب وكانت تنادي بها العديد من الدول فبالتالي حقيقة ويجب أن نقولها يجب أن يكون الاستثمار ذاتي في إفريقيا يجب أن يزيد التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية يجب أن يكون هناك تعاون مثمر وتبادل تجاري مما يساهم في تغيير العقلية الإفريقية يساهم في زيادة الدخل الإفريقي الداخلي وهذا مما يعطي إفريقيا أمل لتطوير صناعاتها لتقبلها للإنتاجات الإفريقية وزيادة الإنتاج وزيادة التبادل التجاري يسمح لإتاحة الفرصة للشباب الإفريقي سواء كان في العمل تقليل من البطالة أيضا لفتح الفرص أمام الشركات الناشئة للتطور أكثر في هذا المجال